تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيا فيما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 و اي جي اكس 100 وارتفع رأس المال السوقي بنحو 503 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 678 و 416 من الف مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 3 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 10423 نقطة في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الاوزان بنسبة 1.2 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 1818 نقطة وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبة 89 ملايين بالماء لغلق عند مستوى 2747 نقطة الى اسواق العملات حيث تبينت اسعار العملات امام الجنيه المصري ليسجل الدولر الامريكي 15.66 ملايين جنيها لشراء و 15.75 ملايين جنيها للبيع بالنسبة لليورو وصل الى 17.21 ملايين 17.32 ملايين الاسرليني 20.45 ملايين 20.58 ملايين الدرهم الاماراتي 24.24 ملايين 24 ملايين اخيرا الريال السعودي 17.24 ملايين في اسواق المعادن النفيسة وصل الذهب العالمين خفاضه مسجلا 1928 دولارا للقيا اما على الصعيد المحلي فقد وصل عيار 18 إلى 757 جنيها للقرام عيار 21 وصل الى 883 جنيها للقرام عيار 24 ألف وثمانية جنيهات الجنيه الذهب وصل الى 7046 جنيها في اسواق البترول العالمية وصلت اسعار النفط خسائرها لتصل الى ادنى مستوى لها في اسبوعين بعد ان خففت المحادثات بين روسيا واوكرانيا المخاوفة من تعطل اخر للامدادات النفطية وتراجعت تعقود خام القياس العالمي مزيج برينت بنسبة 8.2% ليصل الى 98.2% دولارا للبرميل كما هبطت تعقود خام القياس الامريكي غرب تاكسوس الوسيط بنسبة 8.8% مسجلا 94.16% دولارا للبرميل